ترح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيزة لسعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والأثار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مملكة البحرين نموذجا يحتذب في المجالين الثقافي والسياحية وأشهد السمو بالدمز ما بين الثقافة والسياحة من خلال اشتغال الثقافة على ترميم المواقع الأثرية واستعادة تاريخ المنطقة مبينا أن هذا التوجه يعمل على تأصيد الحضارات الإنسانية وتكوين مناطق جذب سياحي يبنى عليه اقتصاد البلاد من الجيات أكد سعدة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة مضي مملكة البحرين قدما في تجاه تحقيق أهدافها الاستراتيجية ذات الصلة بالقطع السياحي وتعزيز المقاومات السياحية التي تتميز بها خصوصا في ظل النمو المطرد الذي يشهده قطاع السياحة في عدد الزوار والسياحة إلى مملكة البحرين فيما أكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار الشيخ ميم بن سمحمد الخليفة تأييدها لتوجه سمو الأمير السلطان بن سلمان المطروح مشيرا إلى أن الاقتصاد اليوم يراهن عن المكونات الحقيقية للمجتمعات والتي تتمثل في الأصالة والتاريخ والحضارات والثقافات وأوضحت أن المكتسبات والمقاومات التي يملكها الخليج العربي تؤهله لريادة وترويجه عالميا كنموذج استثنائيا بإمكانه صناعة مستقبل هذا الأوطان والاعتناء بمهويتها وأصالتها جاذرك خلال عمال الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع دورة الثالثة لوزراء السياحة في دول المجلس بل المجلس والذين عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليومين الماضيين حيث تمت منقشة وإقرار أرؤية شاملة للعمل السياحي الخليجي المشترك الذي قدمته الهيئة العامة للسياحة والثراث الوطني في المملكة العربية السعودية واعتماد فريق عمل متخصص من الخبراء بدول المجلس البدء في خطته التنفيذية